منذ 28 عاماً لم يخسر رئيس أمريكي الولاية الثانية لكرسي البيت الأبيض إذ كان آخر رئيس فشل فيها وجورج بوش الأب العام 1992 في الدستور الأمريكي يسمح لرأساء الولايات المتحدة بالحكم لفترة ولايتين فقط ويحق للجنسين تقلد هذا المنصب إلا أن عشرة زعماء في تاريخ الولايات المتحدة فشلوا في إعادة انتخابهم لولاية ثانية جون أدامز كان أول رئيس أمريكي يفشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية بعد انتهاء ولايته العام 1800 للميلاد تله أحد أفراد عائلة أدامز جون كوينزي أدامز ومن بين الزعماء العشرة خسر غروفر غليفلاند ممثل الحزب الديمقراطي في الولاية الثانية العام 1888 قبل أن يعود إلى عرش البيت الأبيض في انتخابات العام 1892 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة